لذلك طلقت السلطة العليا اليوم هذا الملتقى وهو جزء من باكورة تعاون مع الرمج المتحدة بالتنمية يشمل ثلاثة وحدات منها هذا الملتقى ومنها دورات تقوينية لصالح الإعلاميين ومنها كذلك إقامة مهدة رصد لمواسطة الأخبار الكاذبة ولمواسطة الخطابات الكراهية على مستوى المقرجات الإعلامية والسعادة بأننا في حصيلة التقييم الذي قدمته السلطة العليا خلال الأسبوع الماضي وهو التقييم نسخي أو موضعي يتطلب أساساً حدود الأسبوع الأول من قضاء الحمدة الاتخابية بأنه تم تأمين بشكل كبير لنفاذ الفاعلين السياسيين إلى وسائل الإعلام العمومية بمعدل يصل الآن إلى 220 حصة مجانية بإذاعة موريتانيا وتلبسة موريتانيا وصباحات مجردة الشعب وأوريضون عمويتين 220 حصة بمعدل أزيد من ألف ساعة بث طيلة العشر الأيام الماضية من الحمدة الاتخابية وهي فرصة تسمح للسياسيين بالمزيد من التواصل مع مناصريهم ومناضليهم وتقديم خطابهم وتسمح للمواطنين أيضاً بالاختيار عن وعين وعن بصير لأن عملية الاتخابية بالنهاية ليست عملية صناديق اقتراء وهيئات ناظمة أو ناخبة تتكلم بيوم الاختراء لذلك اختزال كبير عملية الاتخابية هي بساور المتكامل من تعزيز الحكامة الديوقراطية ولذلك يجب أن لا نقتزلها في يوم اقتراء وإنما نعرف أنها لحظة التجلل التعددية والتنافسية المحمودة والمشروعة والتنافس محمود يجب أن يكون محكوماً دائماً بضوابط قانونية لذلك تطالعون فيهاميين وكذلك الشأن بالنسبة للسياسيين بدور كبير بما يعرف بالتسقيق الانتخابي لأن العقدة الفعلية والتوصلة الحقيقية هي تركة التي تريضنا بالمواطن وبالنسبة تطيئاً له تشيراً لأدائه لصوته تقليماً لكل إكرارات يمكن أن يواجهها في إعرابنا الصوتية والاقتراح حتى يصل إلى يوم الاغتراح وقد تم كما يقال إزالة كل الحواجز التي تمنعه من الإحراب والصيحي والقوي أن إرادته باختيار من سيأخذ إليه بإدارة الشؤون البلدية والنيابية والبرلمانية